قفز مؤشر دولار أمس إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر بنسبة واحد ونصف المئة أمام سلة من ست عملات رئيسية بعد أن أظهرت بيانات حكومية قفزة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة تجعل من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر القادم وقالت وزارة العمل الأمريكية أن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني ديسمبر 2014